السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة أريد أن أنبه لميزة متوفرة في الرسائل إذا فتحنا الرسائل سنجد مجموعة من الرسائل على سبيل المثال سنقوم بحثف هاتين الرسالتين بهذه الطريقة حثف بهذه الطريقة هذه الرسائل التي حذفنا أين ذهبت؟ ذهبت بالتحديد إلى سلة المحذوفات هناك من يعتقد أنه بمجرد حثفها قد حذفها نهائيا ولكن لو تذهب إلى الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى ثم تتوجه إلى سلة المحذوفات سنجد الرسالتين في هذا المكان لاحظ هنا في الأعلى سيتم محثف الرسائل الموجودة في سلة المحذوفات نهائيا بعد ثلاثين يوما أريد أن أسألكم سؤالا إذا تركت هذه الرسائل هنا وكانت فيها بعض الخصوص على سبيل المثال ستظل موجودة في هذا المكان في سلة المحذوفات لمدة ثلاثين يوما بعد ذلك سيتم محثفها تلقائيا إذا أردت أن تزيل سلة المحذوفات أو توقف سلة المحذوفات بكل بساطة ستذهب إلى الثلاث نقاط الموجودة في الأعلى بعد ذلك تتوجه إلى الضبط من هنا ستجد ما يسمى سلة المحذوفات هنا احتفظ بالرسائل المحذوفة لمدة ثلاثين يوما إذا قمت بتعطيلها هل تريد إيقاف تشغيل سلة المحذوفات سيتم حذف كل الرسائل الموجودة في سلة المحذوفات نضغط إيقاف لاحظ لو عدنا من جديد وضغطنا الثلاث نقاط وتوجهنا إلى سلة المحذوفات سيطلب منك إعادة تشغيل هذه الميزة حتى تتمكن من العثور على الرسائل يعني إذا قمت مثلا بحذف هذه الرسالة لاحظ وعدت إلى الثلاث نقاط وبالتحديد سلة المحذوفات لن أجد الرسالة فهنا يبقى الخيار لديك إما أن تفعل سلة المحذوفات فتجد تلك الرسائل موجودة بداخلها أو تقوم بإيقافها وستم حف هذه الرسائل نهائيا أردت أن أنبه لهذه الميزة حتى تكونوا على علم بما تفعلوه حماية لكم وحماية لخصوصيتكم إذا أعجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة إن لم تكنوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يسلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة المصدر الأول في اليوتيوب والخبرة بين يديك اترك تعليقا أسفل هذا الفيديو هل كنت تعلم هذه الميزة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر